السلام عليكم اليوم راح نحط الفستق السوداني او الفول السوداني بالماء المغلية فكرة بيبحث عننا الكل طريقة جدا رائعة بما انه اشت المدارس عملوها الاولادكن لانه كتير مهمة بداية عندي كوب من الفول السوداني او الفستق حطيتهم مباشرة بالمقلة وانتقلت فيهم على النار ما بحط زيت ما بحط ولا اي شي بدي بس حمصهم بعطيهم تقليبي كلهم على بعضهم ما بتركهم ابدا بظل نقلب فيهم هلا بما انه في حبات راح تاخد لون اكتر بما انه في حبات راح تغمق يغمق لونة اكتر فبسرعة بكون محضرة انا ماء مغلية حد وقت يتحمصوا على الاخر مفروض يتحمصوا بس بدي واحد الطعم بنزل الماء المغلية هلا وقت وقت نشتر الفولية بتحسوا في مناطق فيها نكهات قوية في منطقة بتكون نكهتها هيك بتحسوا بتقولوا طعمتها شوي منها مضبوطة بسبب في حبات بتكون محترقة وفي حبات لا فكرمال نحنا نتفادى هيدا الطعم اللي مش طيب شفتوا لانه عندي حبات اخدت لون اكتر غمقت اكتر فانا حطيت مباشرة فوقهم الماء المغلية تقريبا شي نص كوب متل ما شايفين وسواني معدودة والماء بتتبخر والفستق عندي شرب الماء الباقية هوني نشفوا تقريبا كلياتهم هلا راح شيلهم كلياتهم وحطهم بطبق جانبه بنفس المقلية اللي عملتهم فيهم بحط كوب من السكر وشوفوا طريقتي بوضع السكر بصير بعملهم بهيدا الشكل كتير بتجيني اسئلة مش عم يزبط السكر وقت نضوبوا عم بكابتل راح اقلكن هلا الخطوات لانه ضروري ينعمل السكر بهيدا الخطوات ما مندقر السكر منترك السكر عراحتو نهائيا ما مندقره شوفوا شو صار عندي مجرد ما يصير عندي هيك بلشت محلت دوب السكر ساعتها انا ببلش اني حرك شوي شوي محل السكر المضاب ما بحرك السكر ابدا السكر اللي بعضو مش مزاب لا لانه عند السكر المزاب بيكون حرارته اعلى من السكر اللي بعدو مش مداب ابدا فبحال انا جبت السكر كله وخلطته مع السكر المداب فطبيعي حيكابتل معاي لانه عندي سكر بارد مع السكر السخن فحييعطت كباتيل كبيرة ومستحيل انه نيزبطوا حياخدوا معاي وقت كتير هيدا اذا زبطوا فتبعوا هيدا الطريقة شوفوا انا كيف بشتغل عم هل المهل على نار هادية بانطر وبصير بشيلة من السكر وبنزل شوي شوي ع السكر المزاب بهايدا الطريقة رح ينجح معكن السكر لو كانوا كميات كبيرة وغير هيدا الطريقة ما تتبعوها طريقة كتير سهلة بسيطة واهم شي النتيجة تكون مزبوطة طوالنا بفكرة السكر شوي لانه مفروض انه السكر نعمله بهيدا الطريقة لحتى يزبط ماء هلا السكر ده بس بعده ما اعطي حبيبات وقت نعمل هيك منشوف الحبيبات حبيبات السكر فارح ده المستمرة لحتى يدوبوا كتير منيح ويطلع عندي شوية بخار شفتوا البخار اللي طلعه مجرد ما اني اوصل لهيدا المرحلة صار عندي السكر المزاب جاهز بجيب الفستق اللي انا حمصته او الفول اللي حمصته بنزلهم مباشرة بالسكر هلا في ناس بتقول الفول السوداني في ناس بتقول الفستق السوداني كرمال هيك انا عمقلكم الفول السوداني او الفستق السوداني متل ما شايفين رح نزلهم كلياتهم بقلبهم على السريع ما بدي طول كتير عليهم انا عجنا بكوني مجهزة ورقة زبدة هون بعد ما خلطتون رح نزل المزيج اللي انا جهسته احبا ازا بعضكن مستمرين معي لها لأ خبروني حضراتكن من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيسعدني جدا ازا حبيتوا فكرة اليوم بصير اعملوا لي شير وبعطوا لأصحابكن لكل الناس استفيد من هيدا الفكرة اللي كتير حلوة بما انه قربت المدارس وكل الولاد بيحبوا الفولي ونحنا كمان منحبها كتير طعمتها طيبية ومتل ما شفتوا طريقتها جدا سهلة وبسيطة اللي رح اعملهم بهيدا الطريقة بحاول اني قربهم على بعد وبحاول اني نزل الفول عن بعض ويكون مكدس عبعده فبحاول اني نزلهم عن بعض وبرجع بحط ورقة زبدة من فوق وبجيب الشوبك وبصير بعملهم بهيدا الطريقة هوني طلت علي هوني شوي فيه من ميلي بعد فيه عندي كم حبي فوق بعض كمان بعملهم بنفس الطريقة او فيه كبسهم بايدي مفروض اني مطول علي واني بسرعة اني اعملهم لانه بسرعة بجمدوا عندي كمان على الجوانب بهيدا الشكل هوني بقربهم على بعض وهون عندي صارت جهزة احبي رح فرجيكن هلا شفتو هايها بده بعد شوي خليني اعملها كمان بهيدا الطريقة متل ما شفتو اليوم عملنا الفوليه بطريقة جدا سهل من دون تعيدات ابدا ها هي الطريقة طريقتا جدا بسيطة عطول نحنا منتساءل كيف بتنعملها هيها قدامكن وقدمتلكم كل شيء وصارت الوصفة بين دايكون فيكن تعملوها لعيليه وهيدي عندي صاروا جهزين متل ما شايفين رح ننطر شوي صغيرة لحتى نتأكد انه يبست او جمدت كلها عبعدة وساعتها من قطعها بالسكينة وهون رح قصة عن الجوانب بشيل كل هيدول الجوانب اصلا قطيب شي فيها هيدول الجوانب اللي بيجوا شكلهم مش مزبوط وبإذا بقلكم الولاد كلهم حواليه بدون ياكلوا منهم قد ما طعمتها طيبة وريحتها كتير كتير مميزة كمان رح قطعها من هاي دي الميلة طبعا الاشكال فينا نكبرهم فينا نزاغرهم احبا اذا كنتوا جديد بالقناة اول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابيني يصلكم مني كل جديدة نزالوا لطحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعل الجرس وكبسوا على كلمة الكل بهيد الطريقة بتكونوا اشتركتوا بالقناة واكد كل الاشعارات وكل الفيديوهات رح تصلكم وهيدي الطريقة مثل ما شفتوا انا هلا بدي ودعكم مع تحياتي رح اشتقلكم للفيديو القادم ما تنسوا الشير واذا بعدكم ما اشتركتوا اشتركوا لو يصلكم مني كل جديد وهيدي الفلية طريقتها جدا رائعة وكتير مميزة والطعم غير شكل انا هلا بدي ودعكم بحبكم كتير بوساتي كتير كبير الى الكم الى اللقاء اشتركوا في القناة